دينا شارف صواء الخير بشكرك مصطفى الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تمكنت اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيي حول المصاري الدستوري في ختام اجتماعيها بالقاهرة حيث تمكنت من التواصل إلى توافق مبدئي حول 137 مادة من مواد مسودة الدستور وفي كلمتها في ختام أعمال اللجنة عربت المستشرة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا استفاني وليامز عن امتنانها لدعم مصر لجهود الأمم المتحدة في ليبيا للتواصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية مشيرة إلى أن اجتماعات اللجنة المشتركة حول المصاري الدستوري شهدت مشاورات مكثفة ومناقشات إيجابية أطلقت وزيرة الثقافة إناس عدد دايم فعاليات مهرجان نيتل بسطة الأول للموسيقى والغناء بمحافظة الشرقية الذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وقالت وزيرة الثقافة إن الدورة الأولى لمهرجان نيتل بسطة للموسيقى والغناء ترسم صورة مضيئة للتعاون المثمر بين مؤسسات الوطن مشيرة إلى أن المهرجان يفتح أفاقا فنية جديدة ويأتي في مصاري تحديث خطة تحقيق العدالة الثقافية والارتقاء بالوجدان كما أنه يأتي مواكبا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة الهدفة إلى تحسين أحوال المعيشة ونشر مشاعر التنوير سعيا لإعادة تشكيل الوعي وتنمية الإدراك باعتبار القوى الناعمة إحدى الأدوات الفاعلة والإيجابية لتطوير المجتمع قال مسؤول أمريكي أن الرئيس جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبية يون ساك يول سينقشان اليوم التعاون النووي والخطر الذي تمثله كوريا الشمالية خلال اجتماعهما للثنائي الأول وأضاف المسؤول الكبير في إدارة بايدن أن واشونتون مستعدة للدبلوماسية مع كوريا الشمالية ومستعدة للعمل مع دول أخرى في المنطقة للمساعدة في قضايا منها وضع جائحة كورونا الذي وصفه بالخطير للغاية في البلاد ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكوريا الجنوبية نقلا عن هيئة الإذاعة وتلفزيون الكوريا الشمالية أن كوريا الشمالية سجلت أكثر من 200 ألف إصابة جديدة بالحمل اليوم الخامس على التوالي يأتي ذلك في الوقت الذي تكافح فيه البلاد أو الانتشار مؤكد لفيروس كورونا هذا وأثارت موجة كورونا الحالية مخاوف بشأن النقص اللقاحات وعدم توفر البنية التحتية الطبية الملائمة وأزمة غذائية محتملة وظهرت أعراض الحم على ما لا يقل عن 219 ألفا وثلاثين شخصا حتى الآن معرف على العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى مليونين واربعمائة وستين ألفا وستمائة وأربعين حالة اقترح الرئيس الأوكراني بلودمير زلينيسكي إبرام اتفاقية رسمية مع حلفاء بلاده للحصول على تعويضات من روسيا عن الأضرار التي تسببت بها العملية العسكرية الروسية وأوضح زلينيسكي أن اتفاقية بهذا الشأن ستوضح أن الدول التي تخطط لأعمال وصفها بالعضوانية سيتعين عليها دفع ثمن أفعالها مشيرا إلى أنه بمجب مثل هذه الاتفاقية ستتم مصادرة الأموال والممتلكات الروسية في الدول الموقعة ثم يتم توجيهها إلى صندوق خاص للتعويضات يتوجه الأستراليون اليوم إلى صندوق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد ومن المقرر أن يشارك أكثر من 17 مليون شخص في التصويت على شغل مقاعد البرلمان البالو عددها 151 مقعدا في مجلس النواب ونصف المقعد في مجلس الشيوخ وعددها 78 مقعدا هذا وأظهرت استطلاعات الرأي لوقت طويل تقدم حزب العمال في سباق الانتخابات لكن الأيام القليلة الماضية شهدت تراجعا في هذه الصدارة يتوجه وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكنا اليوم إلى العاصمة اليابانية توكيو في زيارة تستمر حتى 24 من مايو الجاري لمرافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن في أول زيارة رسمية له لأسيا وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيت برايس أن بلينكنا سيلتقي خلال الزيارة مع رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو ويحضر قمة قادة الربعية الدولية في توكيو ومشيرا إلى أن بلينكنا سوف يكتمع كذلك مع نظره الياباني هاياشي يوشي ماسا حيث يبحثان ردود فعل العالم على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى جانب بحث الملف الكوري الشمالية قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن جهود الصين لتطوير مناطق في بحر الصين الشرقي أمر غير مقبول وأوضح رئيس الوزراء الياباني أن الحكومة اليابانية تقدمت بشكوى ضد الصين عبر القنوات الدبلوماسية وكانت توازارة الخارجية اليابانية أكدت زيادة الجهود الصينية لتطوير الموارد الطبيعية في بحر الصين الشرقي بما في ذلك المناطق الوقاعة غرب نقطة الوسط بين اليابان والصين ختم مجاز الثامنة فاصل وعروض لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر